سلام وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست بازينغا المصدر الأول لآخر أخبار الذكاء الاسطناعي معكم علي وبهالحلقة رح نحكي عن ابتكارات جديدة من أوبر بخصوص السيارات الكهربائية وموقع وسيط عطاري وحيوان أليف مزودين بقوة الذكاء الاسطناعي بالإضافة رح نحكي عن مفهوم جديد من شركة أوبين أي آي بخص العمليات المؤقتة ولمحة عن الحدث الجديد اللي كان بطل فيه إيلون ماسك خلوكم معنا لنفصل جهة الأخبار أول خبر عنا اليوم هو أن أوبر أعلنت أنه عم تدخل عالم الذكاء الاسطناعي بمعرض جو جيت زيرو بلندن أوبر أعلنت أنه رح تطلق مساعد ذكي يعتمد على تشات جي بي تي أو تشات جي بي تي فور من أوبين أي آي لمساعدة السائقين بالانتقال للسيارات الكهربائية وأوبر وعدت بدعم السائقين بمبلغ 800 مليون دولار للانتقال الكامل للسيارات الكهربائية بحلول عام 2040 هالمساعد الذكي هدفه يسهل عملية التحول للسائقين ويعطيه المصائح وتوجيهات عن كيفية التنقل بنظام السيارات الكهربائية المساعد رح يبدأ أولاً بأمريكا مع بداية السنة الجاية وبعدين رح ينتقل لباقي دول العالم الخبر الثاني عن زيلو المنصة الشهيرة لبيع وشراء المنازل بأمريكا واللي بتشبه دوبزل أو بيوت بعالم العربي دخلت هيدي الشركة على خط الذكاء الاسطناعي كمان فأعلنت أنها استحوذت على شركة اسمها المتخصصة بتقنيات تصميم البيوت افتراضياً شو يعني؟ يعني صار بإمكان زيلو تقدم صور للمنازل المعروضة للبيع وتكون مخروشة بالكامل بشكل افتراضي بدون ما تحتاج لأثاث حقيقي هالتفانية بتساعد العم ببيعه والمصورين أن يعرضوا منازلهم بشكل أفضل وجازف للمشتريين زيلو بتقول أن هالتقنية رح ترفع مستوى المنافسة وتحسن تجربة عرض العقارات على منصتها الثالث خبر عننا عن شركة OpenAI وهي الشركة اللي طورت شات جي بي تي بخطوة جديدة كلياً أطلقت الشركة إطار عمل تجريبي اسمه Swarm واللي بيخلي المطورين قادرين يبنوا شبكات على أنزمة الثكاء الاصطناعي اللي بدت تواصل وبتتعاون مع بعض البعض لحل مهام معقدة بشكل مستقبل رغم أن هالنظام لسه ما تحول لمنتج رسمي إلا أنه أثار درجة كبيرة بالنقاشات حول مستقبل الأثمته بالشركات فكرة هيدا الإطار أنك بتقدر تخلي مجموعة من الذكاءات الاصطناعية تتعاون مع بعض البعض بدون تدخل بشري هالإطار التجريبي حالياً رح تكون تاجه مفيدة جداً برأينا ورح يفتح أبواب جديدة قدام المطورين والشركات بشكل عام وخبرنا الرابع اليوم من حدث وي روبوت اللي نظمته تسلا وعلى الرغم من أنه كان المفترض أنه هالحدث يتمحور حول سيارات الروبوت تاكسي بس الروبوت أوبتيموس كان هو نجم الحدث الروبوت اللي كان قبل سنتين بالكاد بقدر يمشي صار اليوم بيتحرك بين الناس بيعب حاجة ورث من قص وأكتر من هيك بلوح بعلامة السلام بإيده كل ما شاف حدث جديد يلون موسك مالك الشركة المسنة على هالروبوت قال أنه هالمنتج رح يكون الأكبر بتاريخ البشرية طبعاً هيدا برأيه وصرح أنه هالروبوتات رح تعيش بيناتنا قريباً وطلب مننا أنه نتعامل معها بلطط خبرنا الأخير من شركة كاسيو اللي كلكن أكيد بتذكروا ساعتها الرقمية الخبر هو أنه الشركة فتحت باب الطلبات المسبقة لروبوت حيوان أليف اسمه موفلن هالروبوت الصغير بيشبه الهامستر وصممته كاسيو ليساعد أصحابه على الهدوء وتجنب القلق موفلن مصمم ليحتضن ويتفاعل مع الشخص اللي بيملكه ومع الوقت رح يتعلم كيف يتعرف عليه أكتر ويطور رابط افتراضي بيعبر عنه من خلال أصوات وحركات خاصة الروبوت بيشتغل بتقنية الذكاء الاصطناعي اللي بتغير مزاجه بناءً على الموقع وبيعرف كمان يميز الشخص اللي بيتيني فيه سعره حيكون بتقدير 400 دولار وكاسيو كمان بتقدم كبمة اشتراك اختيارية اسمه نادي موفلن اللي بتشمل صيانة وتنظيف الروبوت وحتى تبديل الفرق وهيك منكون خلصنا حلقتنا لليوم بوكاست بزنقة إذا حبيتوا الأخبار وبدكن تعرفوا أكتر لا تنسوا تتابعونا وتسألونا شو ما بدكن على مواقع التواصل الاجتماعي وشاركوا حلقتنا طبعا معرفاتكم شكرا على دعمكم دائم ومنلتيه بالحلقات الجاية مع أكبر أكتر عن عالم الذكاء الاصطناعي كم معكم علي سلام